تخترق الصين نظام غريمها اللاتقليدي الولايات المتحدة الأمريكية الأمني بطرق غير تقليدية يصعب اكتشافها وهو ما برز مع أعلان واشنطن فرض عقوبات على كيانات ضالعة في معاونة الصين على تجنيد طيارين غربيين وزارة اللاتقارات الأمريكية فرضت قيودا على 43 كيان تشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي ومن ضمن الاتهامات الموجهة لها تجنيد طيارين غربيين لتدريب أفراد من الجيش الصيني كما شددت الوزارة على ضرورة منع الصين من الحصول على التقنيات والمعرفة الأمريكية ومن ضمن الكيانات المفروض عليها العقوبات المعهد 612 التابع لشركة صناعة الطيران الصينية بسبب ارتباطه بأنشطة تدريب الجيش الصيني وتصميم وتصنيع صواريخ جو جو صينية العقوبات أيضا طالت شركة الأمن والملاحة فرونتير سيرفاسز لأنها تقوم بتدريب طيارين الصينيين والغريب أن مدير هذه الشركة قائد الفرقة القتالية القوية والبرية السابق بالبحرية الأمريكية ومؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية هو أريك برينس بريطانيا هي التي كشفت أمر تدريب الطيارين الغربيين العام الماضي حيث نشرت تقارير تفيد بأن الجيش الصيني حاول تجنيد طيارين غربيين قداما لتحسين قدرته على قيادة الطائرات من حاملات الطائرات ووفق 30 طيارا سابقا في سلاح الجو البريطاني على العرض الصيني بأجور تبلغ 240 ألف جنيه استرليني مطلع الشهر اللاجاري أعلن وزير الدفاع الألماني بوليس بيستوريوس إجراء تحقيق بشأن طيارين السابقين في القوات القوية الألمانية قاموا بتدريب طيارين بالجيش الصيني وأكد التقارير أن هذه التدريبات مستمرة منذ سنوات وفي الغالب تم خلالها كشف السرارة العسكرية في النهاية تخشى كل من واشنطن ولندن وأيضا برلين أن يكشف الطيارون الأوروبيون المتقاعدون للصينيين الأسرار المتعلقة بالتدخلات والتكتيكات التي يستخدمها حلف النيتو العسكري خاصة اسلوب العمليات القوية المركبة والتي تتمثل في كيفية تجميع الحلف لأنواع مختلفة من الطائرات القتالية معا في عمليات مشتركة محددة مجلة فورن بوليسي لخصت الموضوع في عنوان قالت فيه أوروبا الساذقة لا تبالي بالخطر العسكري الصيني وقالت أن الأوروبيون ينظرون إلى المواجهة العسكرية الصينية الأكثر احتمالا على أنها صراع على تايوان وليست قتالا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كما أشارت إلى أن الأوروبيين يخطئون في قلقهم بشأن روسيا وليس الصين بالأساس كان هذا عرضا لأخر تطورات أزمة تدريب الطيارين الصينيين ورد الفعل الأمريكي اشتركوا في القناة